موسيقى هناك خمس مناطق داخل الشمال اللي هي الحفر الباطل من المنطقة الشرقية منطقة الحدود الشمالية وتحوية أهم المدن الرئيسية بها اللي هي رفحة حزم الجلاميد طريف العوديلة وشعبة شعبة انصاب كذلك منطقة الجوف ومنطقة تبوك ومنطقة حايل الغالية على قلوبنا مثل باقي مناطقنا ببدأ بحفر الباطن حفر الباطن تعتبر منطقة صحراوية من قديم الزمان وهي منطقة صحراوية كانت تقطنة في زمان قديم بالجاهلية واثناء البعثة النبوية بني العمرة من تميم وكانت من بلدان من صحريهم إلى أن اشتكى الحاج المنتكل من البصرة إلى الحرمين منطقة ندرة وتلمة اللي هو وادي فلج وفليج فكان الخليفة بهكى الوبت عثمان بن عفان ووالي البصرة الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وعنهم جميعا فأمر بحفر البير وكانت الأبار بهكى المنطقة في منطقة يكتر بالنباتة الارطة لنشوفه علىها النار حفر البير واستمرت درب استمرت إلى أن أهلتها العديد من القبائل إلى أن ذكر بن بشر قصه وقع عام تسعمية لقبيلة الظفير العريقة ونم أحد قبائل هذا الوطن المعطاء وهي جزء من لبنات هذا الوطن ننتقل إلى رفحة نغرب شوي إلى رفحة رفحة سميت رفحة على امرأة اسكنت برفحة فكانت على قارة وتحتها رفحة وبعد ما انتقلت المرأة بقت رفحة وسميت رفحة من أهم العنق التاريخي اللي ذكر في رفحة درب الحاج درب زبيدة الحاج يوم يجي من العراق إلى الحرمين درب زبيدة بن جعفر زوجة الخليفة العباسي هارون الرشيد حفرت الدرب وأنا وقفت على تقريبا كامبرك وبعض الشباب ممكن شافها على درب زبيدة أيضا هناك بير يقال من النصطير وحتى ذكره يقوت الحمى ويعتقد في معجم البلدان أنه بير من عهد النبي سليمان موجود يا بلينة أو زبالة ما يحضرني الآن بحدث ثنتين نروح إلى عرعر سميت عرعر بهذا الاسم لأنه كانت وادي عرعر تكثر بشجر العرعر ولللاسف الاحتطاب الجار قضى على هذا الشجر نروح لطرايف واللي سميت طرايف لشجر الطرف لكثرة الطرف بها الآن انتقلنا من المنطقة الشمالية أو منطقة الحدود الشمالية بندخل منطقة الجوف القريات قريات الملح مجموعة قراء على صبخ ملح سميتها قريات نبين انتقل إلى الجوف سميت الجوف ومتسع من الأرض وانخفض فسميت الجوف بهذا الاسم لأنه كانت في منخفض وسط النفوط نبين انتقل إلى منطقة تبوك تبوك اسمه قديم من عبر الزمان وهي تبوك حتى ذكرها معركة تبوك أو غزوة تبوك في سنة 16 للهجرة تقريبا حتى فيها مسجد مسجد التوبة رمّا في عهد الملك فيصل رحمة الله عليه على الطراز المسجد النبوي ومازال قائم منطقة الجوف أقدم حضارة بالجزيرة العربية كانت موجودة في منطقة الجوف من العصر الحجري وفيها معالم إلى يومنا من المعالم الأثرية اللي ذكرنا مثل ما ذكرنا درب زبيدة البيرة اللي حفر الصحابي الجليل أبو موسى لشعري بالحفر الجوف فيها معالم الرجاجيل وحجار واقفة قلعة زعبل قصر كافة تاريخي تقريبا هذه المعالم أيضا تبوك فيها مدانة نبينا صالح تبوك تعتبر واجهة الشمال من الغرب وهي مدخل الشمال من الحجاز هذا تقريبا بلدان ومدن الشمال الرئيسية نبينا دخل حايل حايل علشان نرتوي منه يا سلام ويبقى طلع عمرك ذكرى بذهاننا يا علامة المطيع المنابع المنابع الثلاث شوري ممتاز هذه سباب التسمية تبي مثلا بعض العادات بعض الأكلات الشعبية بعض التقاليد واللي بتأخذ اللي تبي ناخذ بعض شركات الشباب ونرجع لها أنا ودي أن يسمع من أبو سعود في سالف بينك وبين حمد الضبعان ياب الله أخذ حامد أنا ودي أسمع منك الساب والله حامد الضبعان يجمع أميرنا هو بهالرحلة نعم والله أبد وين ما وجهنا وجه وروحنا ولكن أنا بسأله سؤال أنا ودي أنه هالكوت اللي عليه يعلمنا سالف وتبوس لو سالف الكوت هذا يبو صالح في موقف أبو صالح ها أنا لو أشي للكوت أمشي ما لي بقعاد ليه لو سر يا بو لو سر حطي أقول لكم بعد لهو إن شاء الله يا أم أنك تعلمنا وأنا أبعلم من أبو سعود لا أبعلمكم بس بعد لهو بس في موقف صار أبو صالح ودينا أن نسمع منه إن شاء الله أبشره أبشره بس والله ترى ما يوخذ أقبي إن شاء الله إن شاء الله يزرون لا 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 يتمسروك عهد يعني لا لا شيء تحته كارثة طيب نبين أسمع منك أحب أبشر أنا عندي شيء له نتو نزلت بشتة نبين موقف قبل يبدو في الموقف يا أخي عياه عنه لا لا أقوله أقوله أبعلم بحور وبحور يعلمكم كلكم خلاص خلاص قبلت الحالة نعم منح حالة على مليء بس ترى يمزود عليه شيء لا ترك لي مجال ترى يمزود على اليابان معجزا عني خذ الماك طلع عمر